النظام العالمي الجديد المتغيرات الدولية الجديدة المتغيرات الكونية العولمة عنوين تحمل مضمونا واحدا إنه فكرة العولمة لقد كثر الحديث عن العولمة في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين وذلك بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فتناولتها بالحديث الأوساط الجامعية والإعلامية والتيارات الفكرية والسياسات المختلفة وأصبحت حديث الاجتماعيين والفلاسفة الأوروبيين وعلماء البيئة والطبيعة وكثرت أعداد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تحمل عنوينها العولمة إن أول من تبنى فكرة مفهوم العولمة مارشال ماك من جامعة تورينتو ومعظم الأفكار والأطرحات الغربية التي تتناول دراسة ظاهرة العولمة تقوم على ما طرحه الكاتب الأمريكي الياباني الأصل فرانسيس فوكياما ومن هنا وقلت الفلسفة الإعلامية الغربية في أفكار وأطرحات فوكياما مادة تسوّغ بها سياسات الغرب الرعناء تجاه العالم المعاصر حديثنا في هذا الدرس إذن سيدور حول قضية العولمة ولكن لابد من صوغ الدرس في عناصر متعددة منها الوقوف على مفهوم العولمة ثانيا الأسس التي تقوم عليها العولمة ثالثا العناقة بين العولمة والليبرالية رابعا بيان أهداف العولمة خامسا إظهار التحديات التي تفرضها العولمة سادسا بيان كيفيات مواجهة خطر العولمة أما عن تعريف العولمة فالدراسات والنظرات التي أبدعتها عقول الناظرين حول مفهوم العولمة تشير إلى أنها مشروع كوني متكامل يغطي حقولا عديدة من السياسة والاجتماع إلى الحضارة والاقتصاد حيث تتأكد هيمنة دول الشمال الصناعية على السوق العالمي وتتحول أسواق العالم الثالث إلى مستهلك لمنتجات دول الشمال ترجمة نانسي قنقر